أصوات إسرائيلية جديدة تعلوا للمطالبة بتشكيل تحالف دولي يشمل الوليات المتحدة الأمريكية وأوروبا لإخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من سوريا ومن بين هؤلاء وزير الإسكان الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني والسياسي الحكومي المصغر الكابينت يؤاف غالانت الذي دعا إلى تشكيل هذا التحالف تموضع إيران في سوريا يهدد على مستقبل سوريا أولا وأخيرا لأن هذا الأمر لا يؤدي إلى الاستقرار في سوريا ثانيا تموضع إيران في سوريا يهدد كما قلت على إسرائيل وليس فقط على إسرائيل وإنما أيضا على الأردن صحيفة جروسلين بوست الإسرائيلية نقلت عن غالانت قوله إن علة الأبيب أن لا تكرر خطأها في لبنان وأن تسمح بحضور عسكري إيراني في سوريا وبأن إسرائيل لن تسمح بأن تحصل ميليشيا أسد على أسلحة متطورة الميليشيات الإيرانية لا بد أن تغادر إيران لأن وجودها معناه تهديد لكيان إسرائيل وثم هناك مصلحة عربية شاملة وكذلك سوريا لخروج إيران من سوريا غالانت صرح عبر صحيفة يدعوت أحرانوت بأن إسرائيل قادرة بمفردها على إخراج إيران من سوريا إلا أنها تريد الاستمرار في بناء تحالف دولي يشمل كل من يستطيع المساعدة فلا دولة تريد بقاء الميليشيات الإيرانية في سوريا المطالبات الإسرائيلية هذه تبقى بانتظار تحرك عملي تقوده واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي المناهضة لأفعال الميليشيات الإيرانية توجه إسرائيل جديد يطالب بتحالف دولي لإخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من سوريا بهدف قوة عالمية أوسع تشاركها ضرب التواجد الإيرانية في سوريا سالي منذر لأورينت نيوز القدس الغربية